أجتمع مجموعة من الدعاء عند شيخ عبدالعزيز بن باز مفتيعام السعودية للاعتراض على رفع الإيقاف عن الفتيات والمطالبة بمعاقبتهم يعني لما الملك فهد أنا حسيت شعرت أنه سياسي حكيم الحقيقة في هذا الأمر تعامل معه بنوع من الحنكة المشحونة بالحنان كأنهم بناته والشاهد على ذلك مثلاً صحيح أنه وقفهم عن الأمل لكن ما قطع مرتباتهم مرتباتهم كانت ماشية رتبهم كانت ماشية أنا ما مر علي في أنه واحدة منهم ترقيتها أوقفت أو مرتبها أوقف حتى عدد منهم يعني لما جلسوا في البيت حملوا ولدوا خذوا إجازة الوضع يعني كانوا في أمان الحقيقة ترجمة نانسي قنقر